السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام فالسرى ابن سرين رؤية النعناع في المنام تدلع بالحزن والنعي وذلك للشقاق اسمه فمن رأى نبات النعناع الأخضر في الحلم فهذا يدل على الرزق المتعب الذي لا يدوم فيما رؤية قطف النعناع في المنام فتدل على حصول هم من شخص صاحب سمك سمعة ومكانة أما أخذ النعناع في المنام فيدل على الضرر والتعب الذي يأتي من الآخرين فيما زرع النعناع في المنام دليل على الهوم التي تأتي من جهة الأبناء أما أكل النعناع في المنام فيدل على شقاء الرأي وسوء أحواله أما رؤية شرب النعناع في المنام فتدل على الفرح والمصرات وانتهاء الأحزان أما رؤية النعناع في المنام للعزبة فيدل على خيبة الأمل فيما رؤية أخذ النعناف الحلم للعزباء فيدل على الضرر والأذى من الآخرين النعناف المنامل المتزوجة دليل على المشاكل والخلافات وإذا رأت المرأة المتزوجة أنها تشرب النعناف مع زوجها في الحلم فهذا يدل على حل خلافات بينهم فيما رؤية النعناف المنامل الحامل فيدل على المتاعب والمشاقات إذا رأت المرأة الحامل أنها تشرب النعناف في الحلم فهذا يدل على تعافيها من مرض ألم مبعا فيما رؤية النعناع في المنام المطلقة فيدل على الأنكاد والأحزان التي تصيبها وإذا رأت المرأة المطلقة أنها تشرب النعناع في الحلم فهذا يدل على تيسير أمر هسير لديها هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية التفسير اليوم لقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام